سرعة الصوت سرعة الصوت يا سالم يا فاطمة أقبلا إلى الداخل لقد شاهدت البرق بالخارج ما هذه الأصوات؟ إنه صوت الرعد ولكن لماذا سمعنا صوت الرعد بعد رؤية البرق رغم أنه ما يحدثان في نفس الوقت؟ لأن صوت الرعد من الموجات الميكانيكية التي سرعتها أقل من سرعة موجات الضوء وهل الصوت سرعة؟ نعم يا فاطمة إن سرعة الصوت هي المسافة التي يقطعها الصوت خلال ثانية واحدة وهي تختلف من وسط لآخر فتتغير سرعة الصوت بتغير خصائص الوسط ومقدارها في الهواء 343 متراً لكل ثانية وهل يمكن قياس سرعة الصوت؟ نعم تقاس وسأشرح لك قياسها قف أمام جبل على مسافة 17 متراً صح بصوت عال بقوة ثم حسب الزمن الذي استغرقه الصوت حتى وصل إلى الجبل ثم ارتد عنه ليقطع مسافة 34 متراً فتجد أنه 10 ثانية وحسب سرعة الصوت سرعة الصوت تساوي المسافة على الزمن تساوي 34 على 10 ثانية تساوي 340 متراً لكل ثانية يعني ذلك أنه إذا مر الصوت بوسط آخر مثل الماء فإنه يصل أسرع نعم وسأعطي لكم أمثلة على اختلاف سرعة الصوت قد شاهدنا في أحد الأفلام القديمة شخصاً يضع أذنه على قضيب القطار فيعرف هل اقترب أم لا؟ فكيف يعرف ذلك؟ إن سرعة الصوت في الحديد أكبر من سرعته في الهواء بـ 15 ضعفاً تقريباً وبذلك سيعرف وصوله عن طريق الحديد بصورة أسرع وتستخدم أيضاً لمعرفة أنواع الصخور في الأرض لأن كل مادة صلبة يسير فيها الصوت بسرعة مختلفة عن غيرها من المواد كما استخدمت سرعة الصوت في السفن لمعرفة الأعماق عن طريق إطلاق السفن للصوت ثم استقبال السفينة له وحساب الزمن الذي استغرقه للعودة مرة أخرى ولكن يا عمي ما مقدار سرعة الصوت هنا؟ ليست ثلاثمائة وثلاثة وأربعين متراً لكل ثانية لأن خصائص الماء تختلف عن خصائص الهواء وسرعة الصوت فيه ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون متراً لكل ثانية إن قياس الأعماق عن طريق سرعة الصوت فكرة ذكية حقاً وإليك هذا السؤال عندما يتحرك قطار ويطلق صافرته هل سيصلنا القطار أولاً ثم سنسمع صوته؟ أم العكس هو الصحيح؟ صوته يصل أولاً لأن الصوت أسرع فأن أنادي على سالم أسرع من أن أذهب إليه صحيح يا فاطمة ولكن إذا تحرك القطار بسرعة أكبر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين متراً لكل ثانية فسيحدث شيء غريب من منكم يتوقع؟ سيصلنا القطار أولاً ثم يتبعه الصوت وهل هناك شيء أسرع من الصوت؟ نعم الطائرات التي تتحرك بسرعة أكبر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين متراً لكل ثانية حيث تمر فوق رؤوسنا أولاً ثم نسمع صوتها هل لدرجة الحرارة تأثير على سرعة الصوت؟ نعم وهذا ملاحظ بصورة أكبر في الهواء فكلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة الصوت إذن فالصوت ينتقل في الصيف أسرع منه في الشتاء وكذلك ينتقل في الأماكن المتجمدة أبطأ منه في الساخنة نعم يا سالم فعندما تكون درجة الحرارة صفراً في موسكو مثلاً تكون سرعة الصوت ثلاثمائة وثلاثين متراً لكل ثانية وعندما تكون درجة الحرارة ثلاثين في الرياض تكون سرعة الصوت ثلاثمائة وخمسين متراً لكل ثانية وهل تتأثر سرعة الصوت بالتردد؟ بمعنى هل الترددات العالية في الصوت أسرع من المنخفضة؟ بالطبع لا لا تتأثر سرعة الصوت بالتردد هل فهمتما ماذا نعني بسرعة الصوت؟ نعم يا أمي شكرا لك لقد تعلمنا اليوم الكثير ويمكن أن نلخصه في النقاط الآتية سرعة الصوت هي المسافة التي يقطعها الصوت خلال ثانية واحدة وهي تختلف من وسط لآخر العوامل المؤثرة في سرعة الصوت كثافة الوسط درجة الحرارة لا تأثير للتردد على سرعة الصوت لحساب سرعة الصوت نقسم المسافة التي يقطعها الصوت على الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة